إذن بس تعليق أيضاً أن اليورو مقابل الدولار يعود الآن فوق مستوى الدولار في هذه اللحظات وأيضاً كما لاحظت أنه جميع الأسواق الأوروبية تقلص التراجعات التي رأيناها في بداية الجلسة ومجرد أعلان هذا القرار بانتظار كلمة كريستين لغارد بعد لحظات من الآن الآن يقومون بالاستعداد لهذه الكلمة ننظر ونتوقع هي تدخل في هذه اللحظات إلى قاعة المؤتمرات وستبدأ بالتصريحات قريباً إذن نذكر بأن رفع أسعار الفائدة من قبل المركزي الأوروبي بـ 75 نقطة أساس اليوم كما كان متوقعاً ولكن تغيير في اللغة المستخدمة خلال البيان الذي أصدره المركزي الأوروبي وأيضاً هذا ننتظر كلمة لغارد وتصريحها خلال المؤتمر الصحفي لكي نرى ما الذي سيسألها إياه المراسلون والصحفيون بحسب ما أرى هناك الكثير من الأسئلة التي تتوالى من قبل هؤلاء الصحفيين ومن قبل الكثير العديد من المحللين الماليين حول الموضوع المخاوف التصريحات أو البيان المركزي فيه الحديث أو فيه يقول بأنه الآن أصبح أكثر اهتماماً بخفض الأسعار من حماية الاقتصاد توقعات محللي بلومبرغ تقول بأننا نتوقع أن نرى 2.5% في مارس المقبل النسبة العامة مقارنة بـ 1.5% كانت متوقعة سابقاً من قبل المركزي الأوروبي إذن نتوجه الآن لنستمع إلى كريستين لغارد وكلمة رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لغارد في المؤتمر الصحفي أسعد الله أوقاتكم نرحب بكم في هذا المؤتمر الصحفي معي الرئيس لغارد هنا على المنصة ونائب الرئيس سيكندوس كما في الاجتماعات السابقة نحن نشري هذا المؤتمر الصحفي بشكل هجيل وبالتالي أطلب ممن يتبعنا هنا أن يشغلوا الميكروفون والكاميرا إذا ما كانوا يودون طرح أي تأسئلة أعطي الكلمة الآن للرئيسة لغارد مساء الخير نائب الرئيس وأنا يسعدنا أن نرحب بكم في هذا المؤتمر الصحفي قرر مجلس اليوم أن يرفع معدلات الفائدة الثلاثة الأساسية ومع هذه الزيادة الثالثة على التوالي حققنا تقدما كبيرا في سحب التسليلات النقدية تخذنا قرار اليوم ونتوقع أن نرفع معدلات الفائدة أكثر لكي نتأكد من عودة الضخم إلى مستهدف 2% على أساس مقارباتنا في كل اجتماع على حدى معدلات التضخم لا تزال مرتفع عدد وصوف تبقى أعلى من مستهدفنا لفترة طويلة في سبتمبر تضخم منطقة اليورو وصل إلى 9.9% وفي الأشهر القليلة الماضية فإن ارتفاع الكبير في أسعار الأخذية والطاقة والطلب مع بعض الجائحة للتعافي وغيرها من العوامل ضغطت على الأسعار وزادت من التضخم سياستنا النقضية تهدف إلى خفض الدعم للطلب والحماية من أي خطر في زيادة توقعات التضخم قرر المجلس أيضاً أن يخير شروط وأحكام المجموعة الثالثة من العمليات إعادة التمويل معروفة بثلث ثلاثة وخلال فترة الجائحة هذه الأداة لعبت دوراً أساسياً في التعامل مع المخاطر التي تهدد استقرار الأسعار أما الآن وعلى ضوء الارتفاع غير المتوقع وغير المصبك في التضخم يجب معايرة هذه الأليا لكي تتماشى مع عمليات إعادة السياسات إلى وضعياتها الطبيعية ولكي نطبق هذه الزيادات على القروض المصرفية وبالتالي قررنا أن نعادل معادلات الفائدة المطبقة على هذه الأليا إعتباراً من الثالث والعشرين من نوفمبر 2022 وتوفيري للمصارف إمكانية سداد المبكر لهذه المستحقات بشكل طوعي وأيضاً تعزيزاً للاحتياط ضمن نظام اليورو بما يتماشى بشكل أفضل مع ظروف السوق قررنا أن نحدد عوائد الحد الأدنى من الاحتياط أو بمعدلات المعتمدة في المصرف المركزي الأوروبي القرارات التي اتخذناها اليوم متوفرة في بيان الصحفي نشرناه على موقعنا ووضحنا التفاصيل التي أدخلناها في هذه الأليا في بيان الصحفي منفصل يصدر في الثالثة وأربع وخمسة وأربعين دقيقة بتوقيت أوروبا هناك بيان آخر يتحدث عن تفاصيل تغييرات في الاحتياط ينشر في الوقت نفسه وسوف أفصل الآن كيف نرى تطور الاقتصاد والتضخم وبعد ذلك سوف نشرح تقييمنا للظروف المالية والنقدية يتوقع أن النشاط الاقتصادي في المنطقة يتباطى في الربع الثالث ونتوقع أن يضعف أكثر فيما تبقى من هذا العام والعام المقبل ومن غلال خفض الدخل الحقيقي للأشخاص ورفع الكلف للشركات فإن التضخم يؤثر على الإنتاجية وهناك اضطرابات كبيرة في إمدادات الغاز أدت إلى تفاكم الوضع وأيضاً أدى ذلك إلى تدهور ثقة المستهلكين والشركات وهذا يؤثر سلباً على الاقتصاد هناك تباطئ في طلب على الخدمات بعد تعافل في الأربع السنة الماضية عندما أعيد فتح هذه الخدمات بعد الجائحة ومؤشرات الطلبات الجديدة في قطاع الصناعة وفي تراجع بشكل عام أيضاً النشاطات العالمية تتباطئ بشكل متزايد على خلفية عدم اليقين الجيوسياسي خاصة بسبب الحرب الروسية غير المبررة ضد أوكرانيا والتشدد النقدي أيضاً هناك وضع تجاري أسوأ لأن سعر الواردة يرتفع أكثر بكثير من أسعار الصعوديرات وهذا يلقي بذلاله على منطقة اليورو الأسواق كان أداؤها جيداً في الربع الثالث ومعدلات البطالة لا تزال بمستوى 6.6% بحسب أرقام أغسطس وفي حين أن مؤشرات قصيرة والأمل تشير إلى أن في الربع الثالث كان هناك توليد لفرص وظيفية إلا أن تباطئ الاقتصاد قد يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة في المستقبل وللحد من أثار التضخم فهناك إجراءات التخيذات لحماية الاقتصاد من ارتفاع أسعار الطاقة على أن تكون مستهدفة للفئات الأكثر حشاشة وتكون مؤقتة يجب أن يكون هناك حوافز لخفض استهلاك الطاقة وزيادة إمدادات الطاقة في الوقت النفسي يتعين على السياسات المالية الحكومية تشير إلى أن الحكومة تلتزم بخفض معدلات الدين وأن يكون هناك تعزيزاً لقدرات النمو في منطقة اليورو وزيادة قدرتها على صمود لما يسهم في خفض ضغوط على الأسعار في المدى المتوسط فإن التطبيق السريع للإصلاحات الاستثمارية وغيرها من الإصلاحات وعندنا برنامج الأوروبي المستقبل سوف يسهم بشكل كبير في تحقيق هذه الأهداف ارتفع التضخم إلى 9.9% في سبتمبر ويعكث ذلك زيادة أخرى في كل العناصر المكونة وأسعار النفط تضخمت ب40.9% وهي العمل الأساسي الذي يدفع التضخم صعوداً وأيضاً مع تأثير من أسعار أو أثر ذلك على أسعار التقى الكهربائية أيضاً التضخم الأساسي ارتفع إلى 11% وارتفعت كيفة الإنتاج الزراعي وهناك إذن تحسن في الإنسدادات في إمدادات وكل ذلك يؤثر أيضاً على الأسعار في قطاع الخدمة وأيضاً خسر اليورو من قيمته ما زاد من الضغوط التضخمية وهناك إذن تضغط هذه الضغوط على الأسعار في قطاعات كثيرة بسبب إرتفاع كلفة الطاقة وهذا أثر على كل أبعاد أو قطاعات الاقتصادية وبالتالي المعادلات التضخم لا تزال مرتفعة واتخذنا إجراءات وبمجابهة فإن التضخم باستثناء أسعار التقى والغذاء ارتفع إلى حوالي 4% ونيف وهناك إجراءات للتعويض عن زيادة في التضخم والاتفاقات الأخيرة في الأجور تشير إلى أن هناك زيادة في الأجور وهناك توقعات للتضخم في المدى الطويل حوالي مستهدفة 2% ولكن كل ذلك يتطلب مراقبة مستمرة لما يجري في الأفواق بالنسبة للبيانات التي حصلنا عليها فتضح أن المخاطر على الاستشراف الاقتصادي في تراجع خاصة في المدى القصير ولكن الخطر الأكبر يبقى في إطالة الحرب في أوكراينيا وقد يؤثر ذلك أكثر على الثقة وقد يكون هناك زيادة في الضغوط على الإمدادات مجدداً وقد تبقى أسعار الغذاء والطاقة أعلى مما كان متوقعاً بباطئ الاقتصاد العالمي قد يؤثر على نمو في منطقة اليورو أرد والمخاطر على التوقعات المخاطر هي صعودة وأن نتوقع أن يكون هناك زيادة في أسعار التقوى في المدى المتوسط قد يسل التضخم إلى مستويات غير متوقع إثما استمر ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وقد نرى أيضاً تراجعنا في القدرة الإنتاجية في اقتصاد في منطقة اليورو وأن يكون هناك أيضاً ارتفاعاً في الأجور أكثر مما هو متوقع ولكن في المقابل أي تراجع في أسعار التقوى وضعف الطلاب قد يؤدي إلى خفض الضخوط على الأسعار كلفة تمويل المصارف ترتفع استجابة إلى معدلات الفائدة المتفعة في الأسواق أيضاً أصبح الاقتراض أكثر كلفة لأشركات ولأسر والقروض المصرفية لأشركات تبقى قوية لأنها بحاجة إلى تمويل كلفة الإنتاج المرتفعة وتعزيز مخزوناتها في الوقت نفسه فإن الطلب على القروض لتمويل الاستثمارات في تراجع مستمر والإقراض إلى الأسر المعيشية يتراجع بشكل طفيف وتراجع القروض بسبب ارتفاع معدلات اللافائدة وتراجع ثقة المستهلكين وحسب استطلاع القروض المصرفية رأينا أن الخدمات المصرفية تقلصت لكل الفئات لأن المصارف أصبحت قلقة أكثر بشأن توقع تراجع الاقتصاد والمخاطر التي يواجهها عملائها في هذه البيئة والمصارف سوف تستمر بالتشدد في متطالباتها الاعتمانية في الربع الرابع إذن خلاصة القول اليوم رفعنا معدلات الفائدة الأساسية الثلاثة للمركز الأوروبي بـ 75 نقطة أساس ونتوقع أن نرفع معدلات الفائدة أكثر لكي نتأكد من سيطرة على التضخم وإعادته إلى مستهدفنا مع هذا الرفع الثالث على التوالي حققنا تقدماً كبيراً في سحب التسهيلات النقدية المتوافرة والتغيير في عمليات إعادة طويلة الأمد سوف تساهم أيضاً في هذه العملية لإعادة السياسات إلى طبيعتها قراراتنا المستقبلية حول السياسات التشدد سوف تعتمد على البيانات وسوف نتخذ القرار كل اجتماع على حدة ونحن مستعدون لتعديل كل أدواتنا المتواثرة لدينا لكي نتأكد من إعادة التضخم إلى المستوات المستهدفة والآن نحن مستعدون للإجابة عن أسئلتكم شكراً السؤال الأول حسناً، الضرورة سوف تتراجع بعد قرار اليوم وإنها سوف تصل إلى ذروة حوالي 3% العمل المقبل وثانياً، باعتبار أننا وصلنا إلى تقديرات المعدلات الحيادية هل المركز مستعد لأن يتخذ قراراً في اجتماع المقبل بخفض ميزانياته؟ هناك أسئلة متعددة جمعتها في سؤال واحد. ما حققنا تقدماً أكبر في سحب الدعم والذي يسهل الطلب والذي كان متوفراً سابقاً وقد حققنا تقدماً كبيراً في سحب ذلك. هل أنجزنا المهمة؟ وهل وصلنا إلى سياسات النقدية الطبيعية كما اسمينا هذه العملية؟ كلا، لا يزال هناك مجال لكي نتقدم أكثر. وكررنا الآن أنه سوف نقرر مسارنا المستقبلي وواتيرة زيادة معدلات الفائدة المستقبلية على أساس البيانات التي تصلنا. وسوف نقوم بذلك كل اجتماع على حدة وبالتالي نتوجه إلى التوجهات المستقبلية وهذا غير مريح مع عدم اليقين الموجود حالياً. ولذلك نقول الآن أن أولاً سوف نستمر بالتقدم في سحب هذه التسليلات وسوف يكون لدينا زيادات في معدلات الفائدة نقررها في المستقبل. إذن نحن لا نزال على مسار هذا التشدد في السياسات. وفي المستقبل سوف يتعين علينا أن نحدد معدل الفائدة الذي سوف يسمح لنا بأن نعود إلى مستهدف 2% في المدى المتوسط. وبالتالي الطريق أمامنا واضح. فإن وطيرة ترفع معدلات الفائدة تحدد في كل اجتماع على حدة. وكما قلت هذا سوف يعتمد على البيانات التي تصدر ونقوم بذلك في كل اجتماع على حدة. وسوف ننظر في عوامل ثلاثة فقط لأعطيكم فكرة كيف سوف نعمل في الاجتماعات المقبلة المرتقبة. أولا سوف ننظر بطبيعة الحال في توقعات التضخم التي تأخذ بعين الاعتبار تقدم الاقتصاد وبما في ذلك زيادة احتمالية دخول الاقتصاد في الركود. إذن أولا ننظر في توقعات التضخم لأننا نحن نسعى إلى احتواء هذا التضخم. ثانيا سوف نأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التي اعتمدناها حتى تاريخه لأنه في الاجتماعات الثلاثة الماضية بما فيها اجتماع اليوم. نكون قد رفعنا بمائتين نقطة أساس بشكل مجموع. وأيضا سوف ننظر في تأخر السياسات النقدية ونعرف أن أي قرار نتخفه لن يكون لديه أثر فوري على التضخم. بل سوف يكون خاضعاً لهذا الفرق في التوقيت بين اتخاذ القرارات والالتماس الثالثة. أمل أنني أعطيتكم فكرة عن المنطق الذي دفع باتجاه هذه القرارات وقرارات الرفع التي سوف نعلن عنها في المستقبل القريب. أعتقد أن كان لديك سؤال ثاني حول الموازنة. إذن غطيت كل هذه الأمور في سؤال واحد. طبعاً هناك الكثير من النقاط المثيرة للاهتمام التي نقشناها بخلاف ذلك. ولكن بالعودة إلى سؤالك لنقول أننا سوف نقوم بخفض محفظتنا النقدية وهي مسألة نقشناها في اجتماعنا في خلوتنا السابقة بين محافظي المصارف المركزية. ولم ننقش هذه المسألة اليوم وتعمدنا ذلك لأننا اتخذنا قرارات حول مسائل عديدة. ولكن قررنا أننا سوف نستمر بهذا النقاش وسوف نقرر المبادئ الأساسية لخفض محفظة نقدية في شهر ديسمبر وهذا يعطيكم فكرة متى سوف يتم منقشة هذه المبادئ الأساسية واتخاذ قرار بشأنها خاصة فيما يتعلق إذن بأي بي بي برنامج مشتريات الأصول وسوف أعطيكم المزيد من التفاصيل حول ذلك بعد اجتماعنا في شهر ديسمبر. وطبعاً هذا يجب أن يكون قبل قرار تطبيق هذا الخفض. السؤال التالي. شوانا برسيتشير من الـ CNBC. شوانا أرجوك. شكراً سؤالان. السؤال الأول متعلق بمعادلات الفائدة الحيادية. وفي الاجتماع الماضي قلت أن كلما اتعدنا كلما كانت الخطوات أكبر لذلك نصطبق باعتبار أن النسبة هي 1.5% والنسبة. المركز الأوروبي قال أن المعادلات الحيادية هي حوالي 2%. هل يمكن أن نتوقع أن الرفع في المستقبل سيكون أقل مما أعلنتم عنه اليوم؟ وسؤال الثاني. أعرف أنكم لم تناقشوا ذلك في البيان الصحفي ولكن حول أداة تي بي آي ضد التجزئة. عندما تنظروا في هذه الأداة وتقررون تفعيلها. ما هو الأهم بالنسبة لمركز فرق العوائد مقارنة مع ألمانيا أو العوائد المطلقة؟ شكراً على هذين السؤالين. أعتقد أن ما قررناه واضحاً. فقررنا أن نرفع معادلات الفائدة بشكل كبير بـ 75 نقطة أساس مرتين على التواري. وقررنا القيام بذلك لكي نستمر في التقدم المطلوب مننا لكي نسحب التسهيلات النقدية المتوفرة. وأعتقد أننا أحرزنا تقدماً هاماً كما قلت. ولكن لم ننجز المهمة لا يزال أمامنا ما ننجزه. بالنسبة لسؤال التالي حول الأساس المعتمد أو حجم الزيادات المستقبلية. هذا يحدد على مستوى كل اجتماع وعلى أساس البيانات التي صدرت وبمراجعة العوامل الثلاثة التي ذكرتها سابقاً. وهي سريعاً توقعات التضخم والإجراءات التي اتخذناها حتى الآن. والفرق في التوقيت بين القرارات وأثرها الفعلي. لا يمكن أن نعطيكم المزيد من المعلومات حالياً. وأنا أكرر أننا أحدثنا تقدماً كبيراً. لا يزال أمامنا الكثير ننجزه. ونحن نقر بأننا نتوقع أن نرفع معدلات الفائد أكثر في المستقبل. ونحن نرى بأي توتيرة وإلى أي مستويات. كان لدينا نقاش حول مدى فعليات والفائدة من مستوى الفائدة الحيادي. وقررنا أن نتمهل وننظر فيما فعلناه. والبيانات وإلى أي مدى يجب أن نستمر. لأنه من خلال تحديد السياسات لإعادتها إلى طبيعتها. هذا وحده لن يكون كافياً لكي نعيد التضخم إلى مستهدفاته بـ 2%. سؤالك الثاني حول آلية TPI. لم نناقش أبداً هذه الآلية في اجتماعنا. وقلنا وقلت بشكل واضح أنه لتفعيل TPI سوف ننظر في مجموعة من العوامل أو المؤشرات. بما في ذلك الفوارق في العوائد والعوائد. وبعد ذلك ننظر إذا كان هناك دولة أو أكثر مؤهلة لتفعيل TPI على أساس المعايير التي شرحتها سابقاً. متعلقة باستدامة الدين والإطار الكلي والسياسات المالية أو الضاربية. السؤال التالي. بحسب المركز الأوروبي متى السياسات المالية قد تؤثر على السياسات النقدية في احتواء التضخم كما رأينا في مثال بريطانيا؟ وثانياً حددتم بعد نقاط العشاشة المالية في اقتصاداتنا هل يمكن أن توضحيها؟ أعتقد أنه في الوضع الحالي من عدم اليقين ومع إمكانية دخول الاقتصادات في ركود وارتفاع احتمالية هذا الركود. فالجميع يجب أن يقوم بمهامه. نحن نعمل على ضمان استقرار الأسعار. هذه مهمتنا ونحن مصنون على أن نحدد استقرار الأسعار بمستحدة في 2% كما قلنا في المدى المتوسط. وليس هناك أي تردد في هذا المجال. وعندما ألتقي بالزملاء الذين هم مزراء مالية، أشرح المقصد من السياسات النقدية، أي احتواء التضخم وإعاداته إلى 2% النسبة المستهدفة في المدى المتوسط، وطبعاً يأخذ بعين الاعتبار متطلباتهم، وأيضاً الغرض من تكليفنا بخفض التضخم، وكررت مراراً وتكراراً العوامل الثلاثة، التي يعني أن الإجراءات مؤقتة ومكيفة، وبرأينا هذا سوف يساعدهم على التعامل أو مساعدة الفئات الأكثر تأثراً من دون أن نغذي التضخم بشكل أوسع، لأن هذا سوف يؤدي إلى نتيجة معاكسة، وهذا يتطلب أن نتخذ إجراءات تشدد أكبر لكي نحقق رسالتنا أو مهمتنا الأساسية، وهذه طبيعة النقاشات التي أجريناها، وننظر فيما يحدث في منطقة اليورو والوضع ووضح، سألتني عن المخاطر النظامية. ربما أعطي الكلمة لنائب الرئيسة، وأيضاً البنك المركزي لفت نظر كل محافظة المصارف المركزية على ضرورة التركيز على المصادات لتحوط من المخاطر. إذن بعد أصبح عينا سوف يكون لدينا مراجعة الاستقرار اللامالي وربما الرسائل الأساسية. اشتركوا في القناة